لا شيء يوحي في الأفق هكذا تبدو صحراء السماوة المنسية بعد ان غيبتها الحروب وأهملتها صراعات سياسية لكنها لم تغير في جغرافية هذه الأرض وامتدادات القبائل فأغلب العشائر في ناحية إبصية والسلمان القريبتين من الشريط الحدودي هما امتداد لقبائل تسكن في مناطق سعودية في حفر الباطن والصفيري وهو ما يدفع السماوة إلى المطالبة بفتح منفذ جميم الحدود لعودة العلاقات وتحسين الأوضاع الاقتصادية أحنا علاقتنا بهم طيبة ولا الحدود منعة هذا الشيء ولا الظروف السياسية التي حثت بين البلدين بالعكس احنا ازدادت علاقاتنا وازدادت تواصلنا أحمد الجشعمي باحث في أصول التقارب بين البلدين يشرح في كتابه ثقافة الرمال عنق العلاقة بين البلدين والتشابه في الطبائع والثقافات التي أسستها قبيلة الظفير الحجازية في خمسينيات القرن الماضي بناحية بصية حيث تبقى العديد من المسميات شاهدة عليها باعتبار أن البيئة واحدة البيئة الاجتماعية لا يوجد بها أي ثباين الوضع الطبيعي النباتات الوضع الجيمورفولوجي أيضا في المكان متشابه جدا محافظ السماوة التقى بمسؤولين سعوديين أثناء زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى الرياض مؤكدا لهم إن منفذ جميم الحدود جاهز للتبادل التجاري ومرور الحجاج حيث تم توفير كافة الإمكانيات من بنى تحتية كالطرق المعبدة والجوانب الإدارية والأمنية تقينا مع كثير من المستثمرين من المملكة العربية السعودية وشرحنا في إمكانيات المحافظة في بادي السماوة ونسبة المياه الجوفية وأيضا في الصناعة الثقافات والتواصل بين الأهالي لم توقفها حواجز الحروب والسياسة ليوم واحد فالمحافظة همها عودة الحياة إلى سابق عهدها وفتح الحدود المغلقة لأكثر من أربعين عاما من السماوة شكر عواد العربية